حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف من الامور تكون بينكم جديدة عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاعل فقط بدك تتمهل ورج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حاليا في حاليا عم تمر بتاستنج اريا او بفترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى التمتيشنز ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة لالك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لاله بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك في نقطة او في وضع سارم او في قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني في نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيف هون يعني انت ماسكهم ومش استعد تتنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر بما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه انظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصليا هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء والعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن في بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم اراءه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية ممكن بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على الطاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزاء والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزاء هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه ال the lovers بيحكي على soulmate ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل two of pentacles الجوغلر فهالكرت بيشبهه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانيرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من ال wish fulfillment انت انت optimistic عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك the sun card الطاقة the sun card بتشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي يحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق وش فوفلمنت أو أمنية بدك تحققها ممكن أيضاً عم تتجاهل مشاعرك أنت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق أكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن أرض حب أو عن شخص اعتبرته أمنية بحياتك أو كان بدك توصل إله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لأنه بتحس إنه صعب أو صار في بينكم بلوك أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحلو هلأ من نسبة لطاقة الحبيب أو الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده إمبيثي عنده تفاهم أكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى أنت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك أيضاً لأنه عندك five of swords فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لأنه عم يحس إنه أساساً من البداية انظلم بإشي معين أو أنت ظلمته أو العلاقة بينكم ظلمته عاطفياً فهو بيحس إنه بدو نوع من الاعتذار أو بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة أيضاً هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه على أي شيء أي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف أنت هل بتعت عن هالشخص يعني أو بالمستقبل هال رح تقرر إنك تبعد عن هالشخص فعلاً أو هل أنت في طريقك إلى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الأمور بدنا نشوف أول إشي طيب همشوفك أنت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص عمشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لأنه هون بيحكي لك سلو داون بكروت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمهل قبل ما تأخذ قرار فأنت بالفعل بدك تتمهل لتأخذ قرار لأنه عندك four of swords هون فترة أنت وهو بنفس الطاقة إذا بتركز نفس الكرت إجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة أنت ممكن تكون مشغولة بإشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل أنت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني أنت اللي رح تستشفي أو بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني نبين أنه أنت بدك تبريك من الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة أو بالتواصل تجاهك أو شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك أم شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن أم شوف أنه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو إياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي أو بدو الإشي تكون منصفة يعني العلاقة بدو إياها تكون جدية بينكم عم شوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برجو قوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقائك كتير وهالشخص عم يحس إنه في منافسة بينه وبين الأشخاص الأخرى مشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عم شوف هون أو عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه أيضا بيشوف إنه الحكي دائما بينكم لأنه هاي ورقة تواصل ورقة كومينيكيشن فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير فيه بداية جديدة بيصير فيه بينكم مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وأنت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف إنه أنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير فيه بينكم حكي بالفترة القادمة إلى إنه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس إنه انضلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلا لأنه مبين إنه فيه أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه فهالشخص أيضا عنده تخوف من إنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فإنتو في عندكم عدم تفاهم أم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن إشيه أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي بدل يعبر أكتر فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساوه حالياً في المستقبل إنه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لأنه الكونفلكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي عاطفياً كتير قريبين من بعض روحانياً كتير متصلين ببعض بس عقلياً بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدان تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لأنه مبين أنه انت بدك معه بداية جديدة وهو أيضاً بده بداية جديدة ولكن دائماً تنتهي بنزاع أو بكونفلكت فهو يخايف إنه يتخذ قرار فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص أوكي حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكراً لكم جميعاً